موسيقى والله ما يسير يا شباب انتو بتبقون بمكانكم مثل ما كنتم احنا اصحاب بيت انا والاطفال نام هنا بالصالة والنسوان ينامن مع بعض بالغرفة بتقولي يا عبر رحمن عيب ما تصحش الله واحنا غرب ده بيتنا كاملوا فارش المراتب دي على الارض احلى نومة نومة الارض دي والله يعني خجل منك يا ساد ناجي يا رجل خجلان اي دانا خجلان والله يا قلدي حباوز الدنيا يا رجل اي شو هاي اي شكوا وشل الموضوع على كيفكم بابا لو اي التعور شل الموضوع تقبل بالله استاد تقبل الاستاد ناجي والشباب ياردون ينامون بالصالة وتركون غرفهم بالله هي عي اصول لا 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 ما يصير استاد ناجي يطلعون على غرفهم يلا علي اطلق بالثلاثة ما هم نايمين غرف الصالة الله يخليك استاد ناجي لا تحلف لا تحلف ارجوك انت بتقولي يا استاد سعدة وفي بنا ابن بعض تكليف قرية راقل انتو اسعدتونا استاد ناجي انتو جوكم حلو علي تدري انا هاي اختي الزغيرة زينب صار لي شهرين ما شايفة وهاي مو بس اختي لا اهل اللي مربيها مثل بنتي وزوجتها العبد الرحمن وهدولة ولدهم ما يرتاحون الله هنا ببيتي انترق الطيب انترق الطيب اشكرك استاد ناجي استاد ناجي انا عندي بسرداب غرفة ممكن تنقل بسرداب ممكن تنقل الجناط مالتك هناك حتى يصير مجال بغرفتك تنام براحتك ويمكن تنقل واحد من الشباب يمك لا 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 الا الشنط انا معرفش انام الا والشنط دي جنبيه بصراحة اصلي اه فيها اوراق مهمة فيها ملفات دبلوماسية في منتهى الخطورة طب سيكرك حقك استاد ناجي الله يوفقك طب اه هقول لك انا حاجة اه لو لو نزلت الشنط في السرداب انا انام في السرداب ما فيهاش حاجة اه شون حاجة استاد ناجي شون حاجة اه شون حاجة على اه عندي منو؟ اه 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 كمان تفضل 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 شون الموضوع تفاهمني تطمني التهديد وصل تهجرونا بابا فاهمني شون الموضوع ميليشيات شيعية دخلت عليه بالبيت ونتوني رسالة بها ورقة ورصاصة ومكتوب بالورقة لازم تغادر خلال 24 ساعة من المنطقة منطقة دي هذه منطقة الحرية الاغلبية فيها شيعة لما يغضبوا علىه حتى تجوا الميليشيات الشيعية تهجوه الله يعني دول يهقروا دول ودول يطردوا دول ودول فرحانين اوه عشان دول واعف دول ده عيش تقيل مليلة بستين الى دي ما عرفتنا بالاخر الأستاذ ناجي عطلة أخويا وصديقي والشباب اللي معاه دول ضيوف كلهم من قبل عمك أبو القاسم أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أخويا كمال الزغير بيني وبين زينب أهلا أستاذ كمال أنا أسف أعمل لكم ربكة يعني ربكة إيش يا أستاذ ناجي احنا بنص الربكة أختك زينب هي وزوجها هجروهم من الدورة ميليشيات السرنية واسه عندي أستاذ سعد انت مش قلتلي السرداء وفاضي تحت يا شباب اطلعوا هات الشرط من فوق أستاذ سعد انت لك قريب تاني في بغدالو أنا هايو بردو موسيقى 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 أحسن واحد يسوي عبايات بغدال ومو إشكال إذا طويلة هو يضبطها إلا شلت خافيني مش عارفوا لوقوا إدنا موسيقى لا 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 حبيبتي ولا يهمش تعبد شراحة قلبي تعالي بس تعالي أراويش المحل بي بي الملعبات هياتك تعالي جميلة الشادة الشادة دي حبيبي المصر وطنياً للحرية إن البلد عبد أستاذ ماجي تقدرون يقولي شعور محمد عبدالله بالله يرحمه لو كان عايش يقدر يغني هذا الكلام نحلم بالوطن العربي الأكبر ونحن الآن ما نقدر نحلم ونوحد الوطن الأصغر البلد مقسم لأميلة قسم أستاذ سعد أنا عندي سؤال عاز أسأله بس متردد شوية لا لا قول أسأل الوضع قبل الاحتلال كان أحسن ولا دلوقتي أحسن ها أجاوباني لو قد كم وجهة نظر جاوب أنت سعد جاوب أستاذ ناجي الجواب الأول أستاذ ناجي قبل الاحتلال كنا عايشين بأمان واستقرار خدمات عامة حقيقية يعني كانت أكو دولة أكو حياة أكو بشر مستقبل ولكن ممنوع تدخل بالسياسة ممنوع تفتح بمان ممنوع تنطب يعني ماكو حرية الحياة ملاش إيمة من غير حرية تسمع الجواب الثاني؟ ولسه فيه جواب ثاني أنا فتقر التلاتين خلصوا بعد الاحتلال ماكو أمان ماكو استقرار ماكو دولة القل يقتل الكل لكن أكو سياسة تقدر تقول لا تقدر ترفض يعني عندنا مساحة من الحرية طب إزاي بقى يبقى فيه حرية والبلد وقفة؟ شفت سؤالك الشون إلى جوابين أستاذ ناجي؟ وأنت بكيفك براحتك تريد الجواب الأول ولا الجواب الثاني؟ إذا كان علي أنا عايز حرية وعايز خدمة؟ يبقى ما تقدر تعيش بهذا الوضع اسمع يا سعد الوضع السابق ما كان ممكن يتغير لو لا تدخل الأمريكان وهاي حقيقة علينا أن نعترف بها كنا الوضع سيء الأمور دا تسير من سيء إلى أسوأ لا كمال إحنا دا نعيش بأسوأ وضع الآن لا يا سعد أنا أذكر قبل كنت أجيك لي هنا للبيت وما كانوا الأمريكان داخلين للبلد وكنت تقول نفس هاي الجملة ونفس هذا الحاجة اسمعوا يا جماعة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم بأنفسهم إلعاب فينا إحنا لا كمال لا لا تبرر المذنب وتخلي الذنب عليك يعني أنت الشعب والشعب الآن لا حول إله ولا قوة ليش؟ إحنا مو بشر؟ إحنا ليش يعني ما نقدر نعترض ونقول لا ما أكنت تقدر تقول لا لو لا تدخل الأمريكان كمال لا أكنت أقدر أقول لا صلوا علينا يا جماعة يعني ده سؤال اللي أنا سألته وأنا ندمان اللي أنا سألته موسيقى